بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشر المسنين نواصل للتيتوريال نشوف شابتر 3 Steady Heat Conduction Sample Problem 3 1 نشوف الهيت لوس through a wall هذا هو الوال عندنا هنا يقول لك انه الهي تبعه 3 متر والواي تبعه 5 متر الثيكنيس تبعه 0.3 متر الثيرمال كوندكتيفتي تبعه معطيها On a certain day the temperature of the inner and outer surface inner galaxy 16 والouter surface هي 2 degrees Celsius المطلوب rate of heat loss through the wall on that day في هذا اليوم كم كانت كمية الحرارة اللي خسرناها هنا الهيت لوس في طريقتين ممكن نعملها بها اولا نحن نشوف القانون العادي اللي هو k a delta t over delta x delta x اللي هي thickness عندنا هنا l delta t اللي هي ما بين t1 و t2 service area قالنا هنا انه 3 3 و 5 اللي هي هذه service اللي انتقل عن طريقها انتقل عن طريقها الحرارة واللي هي 3 5 15 اذا الarea معروفة k معطية اللي هي 0.9 اذا احسب نلقى 630 وatt تعالوا نعملها بالطريقة الاخرى اللي هي استخدام resistance انه q dot equal delta t wall مقسمة على resistance ايش الريزستانس اللي شفناها في الشابتر في الجزء النظري شفنا انه هذي هنا الار هنا عندي t1 وهنا عندي t2 اذا q اللي موجودة عندي هنا كميتها هو delta t wall على الار تبع الwall عندي الار في حالة conduction تساوي l over ke هذه قيمتها مباشرة نعوض delta t اللي هي كام 16 ناقص 2 16 ناقص 2 جاءنا نفس القيمة اذا عندنا طريقتين ممكن نحسبها بيها اما بطريق القانون العادي في كلو او عن طريق اللي هو استخدام الريزستانس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته